موسيقى لأنهم أمل فلسطين وصناع مستقبلها بادرنا في بنك فلسطين بإطلاق مشروع يليق بمكانتهم تمثل بإنشاء مئات الحدائق الترفيهية لأطفال الوطن في مدن فلسطين وأريافها بالشراكة مع مؤسسة التعاون ومؤسسة أنيرا ومناوباس حشما ومغتربين فلسطينيين آخرين ولعل اسم البيارة الذي اختاره القائمون على المشروع الوطني الكبير خير دليل على ما يتميزون به من نظرة وطنية شمولية عميقة فالبيارة مرادفة للكرم والعطاء وهي اسم محفور في قاموس تراثنا العريق يرمز إلى بساتين البرتقال المنتشرة على السهول الساحلية لفلسطين والتي تحتضن بين ثمارها قلوب بسيطة طيبة تعشق فلسطين وترابها هذه الحديقة فعلا زرعت الابتسام على وجوه الأطفال وخلت الأطفال يلاقوا مكان يفسف عن حالهم فيه ويعبر عن حالهم فيه من خلال الأعمال الموجودة والمراجح الموجودة في هذه الحديقة نحن طبيعة فلسطينيين لا يوجد مجال ميزاني يأخذ أولادهم رحل المكان هذا يوفر لنا تأخذ ابنك العصر يوفر له مكان يلعب فيه وبما أن المساحات الخضراء المخصصة للعب أبرز ما يفتقد إليه أبناؤنا فقد أخذ بنك فلسطين وشركائه على عاتقهم مهمة خلق بيئة مناسبة تضمن نشأة سليمة لأطفال الوطن لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم تعرضت لحوادث قاسية جراء اللعب في الشوارع والأزقة الضيقة الغير آمنة لهذا الغرض يبقى فيه حديقة زهية ما يكونوا لعب في خلاجة وميحة ديما نبقى يظل يلعب أبقى صحابي ورعب نوية موسيقى وعليه فإن مشروع البيارة في بعده الوطني يعتبر أحد أهم المشاريع النوعية على مستوى فلسطين وهو ما دفع القائمين عليه إلى تشجيع مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص الفلسطينية للمساهمة والمشاركة في توسيعه ليشمل جميع أرجاء الوطن موسيقى موسيقى نلعب فيه إحنا فشلنا حديقة نلعب في الشارع لازم نبقى حديقة لما كانش شلنا حديقة كنت زعلان لما هصر عندنا حديقة فرحت كفير شابو هاري الشيس من الألعاب لازم ننجي كل يوم من البشر كل يوم بجعل براية هلأ بلعب البيارة كنت نلعب في الشارع ولأ في البيارة نحن نحب التير البيارة عشان هلأ ننجي نلعب فيها إني أنا كنت زمان ألعب في الحارة بس هالكتر سوات البيارة وبريحت فيها ولعبت في صورة آجي أنا وكل أخواتي كل يوم نحن نلعب البيارة موسيقى 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 موسيقى